السلام عليكم سعد الله يومكم كل اوقاتكم يا رب كيفكم جميعا اليوم بإذن الله حسوي معاكم كده وصفة حلوة ولذيذة ومن المخبوزات بس قبل ما أبدأ الوصفة حب أشكر كل اللي تفاعلوا معايا في المنشور اللي نزلت في المنتدى وعطوني آراءكم شكرا جزيلا أنكم أعطيتوني من وقتكم وبرضو أعطيتوني رأيكم كان الموضوع اللي هو لو سجلت في دورة دورة طبخ برسوم طبعا وشرطوا عليك أنه ما تنشري أي شيء تعلمتي في الدورة ولو نشرتي فأنت يعني غير محللة أو ما يسامحوك يعني غير مباحة غير محللة كان تقريبا 99% أنه رافضين الشرط هذا زي ما أنا رفضت أنا رح أقول لكم الحكاية أنا كنت تفرج على السناب في واحدة متابعتها يعني ما هي من المشاهير اللي مرة معروفين لا يعني مشهورة بسيطة على قد حالها دائما تتكلم عن حساب دورات هنا في جدة يعني واحدة تسوي دورات وتمدح فيها وأنه قريباتها قد دخلوا استفادوا واواوا فاتحمست من كثر ما هتتكلم يعني ما هي أول مرة أشوفها هتتكلم عن الإنسانة هذه دخلت على الإنستغرام كان في دورة كان وقت التسجيل ووقت ما دخلت كان لسه دوبوا أول يوم ويومين أو ثلاثة للتسجيل فاتحمست وتخليني أدخل أشوف إيش الجديد يعني ممكن يعني ما رح أخسر شيء لو تعرفت على أشياء جديدة أتعلمها المهم ضغط على الرابط اللي هي حاطة للدورة دخلني على الواتساب ما شاء الله فيه يعني ناس داخلين العدد المطلوب 12 اكتفى العدد فدخلت رحبت بينا ما أدري عدهية أو منسقة لها دخلت رحبت يعني الموجودين نزلت الحساب اللي حنسدد قيمة الدورة بس قالت اقرو الرسالة المثبتة اللي فيها يعني تعليمات وشروط زي كذا اقروها قبل ما تسددوا الرسوم دخلت قرأت أول شرط أنه اللي قلت لكم ما تسامح اللي ينشر اللي تعلموا وكذا شرط بعده عادي يعني آخر شرط كررت الأول وأنه لا أحلل ولا أبيح اللي ينشر أنا قلت من باب الذوق بما أنه هي رحبت أنا قبل ما أخرج أعتذر يعني أقول لني ما أكمل معاكم فكتبت أنا أعتذر ما أقدر أكمل معاكم وخرجت بعدها بدقائق في أحد جالي ما أقدر أنا قلت لكم هل هي هل منسقتها جاتني على الخاص يعني تقول لي لك الحرية طبعا بس ممكن أعرف السبب لو في شي يعني أنه نطوره في المرات الجاية قلت لها السبب كذا قالت لا هذا من حقي قلت من حقيك وأنا من حقي إني أرفض أتمنى لك التوفيق طيب بس فأنا ما عجبني صراحة الشرط خاصة في هذا الوقت يا بنات يعني الوصفات الطبخات أصبحت في كل مكان في متناول الجميع في التيك توك في الأنستا في اليوتيوب في كل مكان فيديوهات قصيرة فيديوهات طويلة إشياء خلو فتحنا البزبوز تنزل لنا وصفة الطبخ من كثر ما الطبخ في كل مكان فما حبيت يعني هذا أعطاني أنه أنت محدودة يعني معلوماتك محدودة في الدور اللي هتعطيها عشان كذا خايفة أنه ما يجيكي مشتركين شرطي هذا الشرط خايفة أنه ما يجيكي مشتركين طب أنت من بعد كل فترة المفروض أنه تجددي عشان تضمن نفسهم هذول المشتركات تضمن أنه يجيكي مرة ثانية عندك أشياء جديدة أفكار جديدة معلومات جديدة لكن نفسها الكم طبخة محدودة وأكررها وأحلفكم ما تنشروها ما عجبني المنطق صراحة ما حبيت فحمدت الله أني قريت قبل ما أسدد بس حبيت أني أشارككم أشوف هل هو رأيي هل هو رأى الناس زي أو إيش طبعا كل واحد حر في رأيه ممكن أنا خطأ مش شرطني أنا صح بس أنا ما حبيت الشرط هذا بس دح نبدأ معاكم في الوصفة الحلوة هذه هنا عندي حطيت خمسة كاسات دقيق وحطيت نصف كاسة لبودرة ونصف كاسة زيت حطيت ملح وحطيت ملعقة مليانة خميرة فورية أنا عندي الملعقة اللي حطتها في الخميرة صغيرة فحطيت منها اثنين واللي هي ملعقة واحدة ملعقة تأكل واحدة وحطيت شايفين ملعقة بس أنا حطيت منها اثنين وحطيت ملعقتين سكر راح أكتب لكم هي إن شاء الله في المنتدى هنزلها في المنتدى حسيت أن هذا طريقة تناسبكم طريقة المقادير في المنتدى خلاص وحطيت كاستين موية دافية هذا مبدين طبعا وبعدين زوت نصف بس برضو ما تعتمدي على مقاديري أنا في الموية لأن الدقيق يختلف من نوع لنوع يختلف يعني شربه للموية زي ما انتم شايفين حطيت كاستين الموية الدافية طبعا أفضل إنها دافية أي عجين أفضل والأشياء كمان تكون برا لو انت من النوع اللي احتفظ بالدقيق والخميرة في الثلاجة زي خرجي عشان تاخذي عجينة ناجحة هنا زي ما انتم شايفين اخلي ياخذ وقته اخلي يعني ينعجن سيبي كذا زي خمسة دقائق ياخذ وقته في العجن وبعدين في نفس في نفس الاناذة حق العجانة شايفين ما شاء الله كيف العجينة أنا خمرت في نفس الزبدية هذي حق العجانة بس شلته حطيت دقيق عشان عفوا زيت عشان ما يلصق كذا رشيت زيت زيتون ورجعتها مرة ثانية تركتها على جنب آآ خمسة واربعين دقيقة تركتها بعد خمسة واربعين دقيقة رشيت المكان اللي هفرد عليه اللي هي طاولة رشيته دقيق ونزلت العجينة ما شاء الله بعد خمسة واربعين دقيقة كأنها قطنة من جد يعني ما شاء الله تبارك الله تشهي وهي للسمان خبزت آآ من زمان وانا نفسي اسوي هذا الخبز اللي هو في الكيس الحراري دايما اشوفه في آآ في التك توك يعني كم مرة من زمان مش الان يعني من زمان كم مرة شفته وكذا اشتهيت اني اطبقه ابقى اشوف هل فعلا ينفع في الكيس الحراري ولا لا وماشاء الله تبارك الله النتيجة طلعت مرضية بالنسبة لي انا زي ما انتم شايفين كذا فردته بيدي ولفيته رول واثبته كذا امسكه في بعض وراح احطه الان في الكيس الحراري طبعا هزيد آآ مدة تخميره شوية في الكيس الحراري عشان ياخذ آآ شكل آآ وقوام حلو هنا اقول لكم اني استخدمت المقاس الكبير آآ بس يعني لو سويته مرة ثانية واكيد حاسويه ما شاء الله لانه مرة عجبهم عيالي آآ حاكسم يعني الكمية هذي حاكسمها في آآ كيسين حسيت افضل لانه ما شاء الله نفش يعني اخذ راحت بزيادة مع انه الكيس آآ اكبر مقاس هذا اللي استخدمته اتوقعت انه هيجي حلو هو جه حلو بس آآ حسيت منفوخ زيادة بس عيالي عجبهم يعني النفخة هذي في عجبتهم زي ما انتو شايفين حطيت في الكيس الحراري دقيق عشان ما يمسك ونزلت في العجينة وارش وجهة كمان بالدقيق واخليها آآ يعني من عشرين لنص الساعة انا تركتها نص ساعة صراحة تركتها نص ساعة وبعدين آآ رجعت لها جربوه يا بنات من جد كأنه من آآ طبعا مش السورده لكن آآ شبيه به وآآ كأنه من مخبز كذا اشتريتيه كأنه آآ مرة حلو يعني الطريقة مرة حلو وسهل ما في زي ما شفت المكونات العجينة ما فيها شي طيب هنا بعد نص ساعة شرطه بالآآ بالسكينة كذا عشان يعطيه شكل طبعا الفرن آآ شغلته خلاص على حرارة ميتين حاخبزه ما تخليه اعلى حرارة عشان آآ تضمن يا تضمنوا يا بنات انه آآ يستوي يعني من تحت لو خليتيه عالي آآ ما هيستوي من جوه يعني حيتقمر من فوقه من تحت من جوه ني فخليه على حرارة ميتين آآ اخذ معايا آآ اقل من نص ساعة والله يمكن خمسة وعشرين دقيقة لاني انا معاير الفرن على التسخين فشفت المدة ما كمل المدة اللي انا تحطتها هلا زي ما انتو شايفين سويت في فتحات وراح اكفله بس آآ ما تسوي في فتحات زي لما نطبخ فيه دجاج وخضار ولحم لأ انا ابغى الهوى يكون جوهة الكيس مع مع العجينة ما ابغى الهوى يخرج عشان ابغى ياخذ لون حلو يعني من الحرارة اللي حتكون داخل الكيس حيتحمر آآ الوجه ويعطيك نتيجة حلوة هرارة زي ما انتو شايفين كذا حطيتوا آآ او ربطوا بالال الرباط حقه دخلتوا الفرون كنت مولعة فوق وتحت يعني انا فرني كذا فوق وتحت مع بعض شايفين هنا بعد ما خرج مبايين من بخار لداخل الكيس شوفوا اول ما آآ فتحته ما شاء الله تبارك الله من جدا بالنسبة لانا النتيجة موررضية بس قلت لكم المرة الجاية هاقسم الكمية هذي في كيسين احس بيجي شكلها ارتب قطعتوا شرائح ما شاء الله عليهم استمتعوا بيه وتفننوا فيه اللي حط عليه لبنة وزعتر واللي حمصوا سوا فيه فرينش توست واللي دهنوا نوتيلة يعني كل واحد اخذ على مزاجوا شايفي ما شاء الله زي القطن كأنها قطنة كأنه خبز بنكهة كيك الشكل كده كأنها كيكة طبعا مو صحي لاني متأكدة صرت كل ما انزل شي من بعد ما نزلت الفيديو اللي تكلمت فيه عن حياة الصحية كل ما ازلت وصفة سار يجيني سؤال اكلتي منه لا ما اكلت منه قلت لكم انا يعني هو قراري بارادتي انا تركت السكر والدقيقة الابيض يعني شي انا استفدت منه في جسمي في بشارتي عشان كذا كنت ما في داعي يعني ارجع له في بدائل حلوة خلاص ما في داعي ارجع للدقيق الابيض زي ما انتوا شايفين قطعتوا شرائح حطيتوا فاكياس عشان ما ينشف دخلتوا الثلاجة كل واحد ياخذ منه وقت حاجته ياخذ الكمية اللي يبغاها كذا يكون وصلت لنهاية الفيديو اتمنى يكون افدتكم ولو بشي بسيط واعتذر اذا طولت في الكلام في بداية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته